عشرات الآلاف من عوائل تنظيم داعش تجمعوا في هذه المساحة الشاسعة لتصبح أخطر مخيمات العالم أطفال بعمر الورد معظمهم في سن الدراسة أو أقل منها لا ذنب لهم سوى أنهم ينحدرون من آباء يتبنون الفكر الداعشي المتطرف في حين تتغاضى حكوماتهم عن استعادتهم وإيجاد بيئة مناسبة لتربيتهم وينظرون إليهم على أنهم قنابل موقوطة قد تنفجر مع الزمن في هذا المخيم الذي يجدون فيه بيئة ملائمة لإكمال ما قام به آباءهم في حال لم يتم استعادتهم بدأت رحلتهم من بلادهم إلى سوريا برفقة آبائهم منساقين وراء وهم الخلافة الذي دعاهم إليه زعيمهم البغدادي داخل مخيم الهول الذي يأويهم يطاردون فريق أخبار الآن بعضهم يرشقنا بالحجارة بتعليمات من أمهاتهم الدعشيات وبعضهم يريد التحدث إلينا يريد يروح عنهم يدربونه 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 يشيلون السلاح ويقولون لهم أطلع وانت يطفل لا أنا أطفل حالهم كان خلونا الشيء لسلاح وأطلع بس ما أرحت عليهم يعني كان في أطفال بعمرك شايلين أسبال الخلافة أسبال الخلافة أشبال الخلافة دولة إسقالية لكن الحمد لله نتعلم نذهب من الصباح إلى الظهر يجوني يطلنا حرف واحد حرف الباع أساساً أنا ما حرف الباع قادي يطلنا كل شيء آية يقول لك نحفظها ونحفظها ونكمل القليل فقط من الدول قامت باستعادة أطفالها فيما بقي الكثير منهم في المخيم الذي يفتقر إلى الكثير من مقاومات الحياة حسب إدارة المخيم يبلغ عدد الأطفال المخيمة في مخيمة 45037 طفل أي بمنسبة 65% من الأطفال داخل المخيم يعاني الأطفال من مشاكل عديدة منها الفكر المتشدد وقلة مراكز التعليم بالإضافة إلى إصابة للكثير من الأطفال بالأمراض وذلك لقلة الأدوية ونوعية الأدوية لذلك نحن كإدارة مدينية المخيمة بالتنسيق مع العديد من المنظمات في المجالات المتنوعة أن نحاول تفادي الوقوع في هذه المشاكل منها فتح العديد من المراكز التعليمية لتغيير الفكر وتوعية الطفل من جديد انتهت الخلافة وقتل البغدادي وتبددت دولتهم المزعومة مخلفة الآلاف من الأطفال والنساء المشردين من كافة دول العالم ليواجهوا مصيرا مجهولا في ظل رفض حكوماتهم لهم روناك شيخي لأخبار الآن من مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ترجمة نانسي قنقر